اشتركوا في القناة في عمل الشرطة الإسرائيلية ورصد ممارساتها العنصرية الممنهجة وأشار أبو شحادة إلى أن حصيل الضحايا العنف والجريمة في المجتمع العربي قد بلغت 75 ضحية منذ مطلع العام الجاري وذكر الفرق الكبير بين عدد الضحايا العرب واليهود حيث بلغ عدد الضحايا العرب في السنة الأخيرة ثلاثة أضعاف عدد الضحايا اليهود على الرغم من كون نسبة المواطنين العرب فقط 20% من مجمل مواطني البلاد وهو ما يعبر بالدليل القاطع على التمييز العنصري ونظام الأبرتهايد الإسرائيلي في التعامل بين الدم العربي واليهودي وكون أجهزة الأمن الإسرائيلية تشهد تخاذلا كبيرا في التعامل مع الجرائم بالمجتمع العربي وتتواطأ مع جماعات الجريمة فيه وأكد أبو شحادة أن قضية الجريمة والعنف في المجتمع العربي هي القضية الأهم على جدول أعمال عملهم ونشاطهم السياسي والبرلماني وسيستمرون في بذل كل مجهود في هذا المدمار والقضية الهامة قالت مصادر حزبية للإذاعة الإسرائيلية العامة أن حزبي العمل وميرتس أبلغ زعيم حزبية شعتيد رئيس الوزراء الإسرائيلي اللابيد أن تحالف حزبي العمل وميرتس سيؤدي إلى تصرب أصوات من جمهورهما إلى القائمة المشتركة كما حصل في تحالفهما السابق في انتخابات أيلول للعام 2019 جاء ذلك ردا على ضغوط لابيد ليتحالفا ووفقا لما أوردته وسائل الإعلام فإن لابيد يكثف ضغوطه على قيادة حزبي العمل وميرتس ليتحالفا في الانتخابات واقترح عليهما إبرامة حالف انتقاني بمعنى أن ينفصل الحزبان إلى كتلتين في اليوم التالي للانتخابات والهدف هو أن لا يكون أي من الحزبين تحت تهديد عدم اجتياز نسبة الحسمة ويدعي لابيد أن التحالف سيبقي على القوة الإجمالية للحزبين بحسب ما تظهر استطلاعات الرأي حاليا لم تفضي وساطة ياء الرابيد رئيس الحكومة الانتقالية بين حزبي ميرتس والعمل لاتحاد الحزبين فرئيسة حزب العمل ترفض الأمر بشكل قاطع بل ويبدو أنها انتقلت من مرحلة الرفض في الغرف المغلقة لمرحلة الانتقاد لهذه الوساطة التي قاربت حد الضغط المرفوض من جهتها إذا تم التوحيد رغم معارضة حزب العمل بهذا الموضوع فهنا هناك أبحاث تدول أن العديد من الناخبين في حزب حركة ميرتس سوف يتركون هذا الحزب ويصوتون إلى القائمة المشتركة ياء الرابيد يخطط لعقد اجتماع ثلاثي مع ميراف بخآلي وزهابة جلؤون فيه وفق التوقعات من المفترض أن يطرح رزمة دسمة من المناصب الوزارية وحفظ مقاعد في حزبه لأعضاء من الحزبين على أمل أن ينجح في مهمة الوساطة أعتقد أن في نهاية الأمر رغم هذه المخاوف حزب ميرتس وحركة حزب العمل سيخدان المعركة الانتخابية ليس بشكل مواحد وإنما بشكل منفرد لتقتصر أهمية الاتحاد بين حزبي العمل وميرتس بالنسبة لياء الرابيد على حسم أمر الصراع مع معسكر اليمين بل أيضا في صباقه مع باني جانس داخل معسكر التغيير على تشكيل حكومة مستقبلية بينما يغرق المجتمع العربي بدمائه نتيجة لجرائم العنف والقتل التي تحدث على صعيد يومي جل ما يشغل السلطات الإسرائيلية وأذرعها الأمنية هو ملاحقة الشبان الذين شاركوا في هبة الكرامة قبل سنة وأربعة أشهر حيث أقدم جهاز الأمن الشباك مؤخرا على اعتقال سبعة شبان عراب من مدينة عكة بشبهة اعتدائهم على مواطن يهودي في عكة الجديدة طبعا هذا الاعتقال بعد ما يقارب أكثر من سنة ونصف هو ربع أهالي عكة وهي الداخل الفلسطيني من مشارك في أي نشاط لدعمه هنا في القدس ودفاع المجلد الأقصى المبارك طبعا أهالي يشعرون فيه استياء عظيم من حزم التضامن الضائل معهم ندعو الجميع الحراكات والشخصية والقيادات للتضامن مع أهل المعتقلين وتوجد في المحاكم خاصة في هذه الظروف الصعبة ومع موجة الاعتقالات هذه يصل مجمل المعتقلين العرب من مدينة عكة وعلى خلفية هبة أيار إلى ثلاثة وثلاثين معتقلا وجهت حتى الآن لوائح اتهام بحق بعضهم ويدور الحديث عن شبان خرجوا للتعبير عن غضبهم إذا أما يتعرض له حي الشيخ جراح والمسجد الأقصى المبارك من انتهاكات وهناك من بات على قناعة تامة بأن هذه الاعتقالات ليست إلا استمرارا لموجة التحريض التي يتعرض لها المواطنون العرب وجزءا من مخطط يسعى إلى تهويد المدينة وتفريغها من سكانها العرب سياسة السلطة هي المسؤولة عن كل ما يجري وكمان مضبوط أنا بشوف إن باعتقلوا كذا أنا بديت أدمى هذا مستمرين أنا بديت أشكك بهذا باعتقلوا أولادنا بدهم مواد للتحريض علينا عكا كانت ليلة نهار ما تنام عرب ويهود وزوار الليلة عم بسيقوا سمعت عكا بالصحف العبرية يا مهرضوا على عكا يا مهرضوا أما لما عم بيجي هذا السايح لعكا عم بشوف هالعكا بالسامين بيستقبلوا بنفسه أكثر من 350 لائحة اتهام قدمت تجاه مئات الشبان العرب الذين شاركوا بالاحتجاجات التي عمت البلاد في أيار عام 2021 وما زالت حملة الاعتقالات مستمرة حتى يومنا هذا وهنا يتساءل المواطن العربي لماذا لا نرى هذه القبضة الحديدية والاعتقالات المكثفة ولوائح الاتهام للمجرمين والقتل الذين ينفذون جرائمهم بكل أريحية ودون خوف من المحاسبة والعقاب أعلنت وزارة الداخلية عن قرارها بمنع السباحة في كافة شواطئ مدينة نتانيا حتى إشعار آخر وذلك بناء على توصيات وزارة الصحة وأشارت وزارة الصحة إلى وجود نتائج تفيد بوجود بكتيريا ونتائج جرثومية غير طبيعية في هذه الشواطئ بعد إجراء فحوصات لمياه البحر هناك وشددت وزارة الصحة من جهتها أن السباحة مسموحة فقط في الشواطئ التي يعلن عنها أصيب شخص يبلغ من العمر 61 عاما برصاص عناصر الشرطة فيما أصيب شراطي بجروح وصفت بالخطيرة إثر تعرضه للطعن وحسب الدعاء الشرطة فإن أحد عناصرها تعرض للطعن على يد المصاب وفي عقاب ذلك أطلق النار عليه خلال محاولة اعتقاله ووفقا للشرطة فإن الخلفية تعود إلى اشتباه الشخص بنقله رغما عنه على يد أفراد عائلته إلى مستشفى الأمراض النفسية حيث اعتقلت المشتبه به وجرى نقله والشرطي إلى المركز الطبي للجليل في نهرية لطلق العلاج نظمت مبادرة كوينباكت لتعزيز ودمج المجتمع العربي في سوق العمل حدثا خاصا بعنوان هياتك شارك فيه مئات الخريجين والأكاديميين وتطرق الرئيس الشريك في كوينباكت الدكتور سمير القاسم خلال كلمته الافتتاحية لدور ومسؤولية الشركات الكبيرة في دمج الموظفين العرب مشيرا إلى أهمية التنويع الوظيفي وأثره على جميع الأطراف بدورها تطرقت المديرة العامة لكوينباكت جهشان باتشون للمقولة المركزية لهذا الحدث الهاي تيك ليس للمهندسين فقط مشيرة إلى الفرص الكثيرة الكامنة في عالم الهاي تيك وشارك في هياتك من دوبون عن كبرى الشركات في البلاد كما تحدث المشاركون من خلال خطابات قصيرة وعقدت مناظرات بين مندوبي الشركات ناقشوا خلالها الاختلافات في المجالات المتنوعة في شركاتهم كما تطرقوا للدروس المستفادة من تجاربهم في العمل وقدموا النصائح للخرجين والأكاديميين ويشار إلى أن كوينباكت هي مبادرة ريادية أقيمت بهدف تعزيز وتطوير العمل في المجتمع العربي ودمج المواهب العربية في وظائف قيمة في قطاع الأعمال الخاص وترافق المبادرة عشرات الشركات كما أنها تعمل على تطوير شبكة شراكات مؤثرة وواسعة النطاق تظاهر العشرات من أهالي عائلة الدبسان وقيادات سياسية وناشطين أمام سلطة توطين البدو بمدينة بئر السبع في النقب احتجاجا على أزمة المسكن التي تعاني منها العائلة منذ أربعة عقود والتي يرافقها انعدام للخدمات في ظروف أشبه بمخيمات لاجئين نحن هنا نقف إلى جانب الأخوة من عائلة الدبسان لإيجاد حلول في السكن لهذه العائلة هذه العائلة تعاني من أزمة ومن مأساة ومن مسلسل في قرية اللقية هم يطالبوا شيء بسيط شيء أساسي على الدولة أن توفره الحق في المسكن هذه العائلة التي تمت مصادرة أراضيها منذ قيام الدولة ولم تبكى عائشة إلا على أراضي غيرها والآن أهل الأرض احتاجوا إلى هذه الأرض الدولة وسلطة التوطين البدو المسؤولة عن حل الإشكاليات المسكن في الوسط العربي في الجنوب واجبها أن تكون فورا بحل هذه المشكلة وانتقلت العائلة إلى قرية أم علق المهجرة بضواحي لقية ونصبت خياما فيها وذلك احتجاجا على العنف والضائقة السكنية التي تعاني منها في حين أصدرت السلطات الإسرائيلية أوامر بهدم الخيام الناس التي أجوا وتهجروا بالأساس من النقب الغربي جبتهم الدولة في اللقية أو في المناطق الثانية بدون ملكية على الأرض هم قاعدين على أملاك على ادعاءات ملكية خلينا نقول لعائلات ثانية وبسبب هذا الواقع بخوف وما بقدر أنام في الليل وغير أني من لقف عند حد أو نعم وسكت أخواني يعني ما بقدر تخفق روسنا وما يعني ما بنقدر ننفع الوضع هذا أحنا وهي أسألهم كمان أنا زي زي بك أضعوف حس يعني رأسنا تكون ردة الفعالة القوية وأحنا ما في السكن ولم نمشي على المدرسة وكيف نتقدم في الحياة ولم نمشي على المدرسة علينا انتحانات وترفض العائلة مقترحات سلطة توطين البدو بالسكن البديل في منطقة مرعيت أو رهط على خلفية ادعاءات ملكية لعائلات أخرى وتطالب بحل جذري وعادل لقضيتها الإنسانية والاجتماعية علما أن العشرات من أولادهم يتغيبون عن مقاعد الدراسة تخوفا من العنف بعد موجة جائحة كورونا وحالات الوفاة والإصابات الناتجة عنها منذ نهاية عام 2019 وحتى يومنا هذا يشهد الجهاز الصحي في البلاد تخوفات مستمرة حول عودة انتشار جائحة كورونا تزامنا مع انتشار الإنفلوانزا مع اقتراب فصل الخريف ما دفع المختصين إلى التوصية بتلقي لقاح مزدوج يدمج بين كورونا والإنفلوانزا فيما تستعد وزارة الصحة لتقديم تطعيمات تتكون من جرعتين أولهما ضد كورونا والثاني ضد الإنفلوانزا إحنا جايين بفترة إسا بنعرف بالإنفلوانزا في نصف الثاني من العالم كانت صعبة شوي سيني هاي أكتر بقى كم ضعف من الإنفلوانزا اللي كانت هذيك السيني عشان يقع منحضر حالنا طبعا إحنا الإنفلوانزا بتبلش بأستراليا وبعدين بتيجي عنا وعادة كيف بيكون هناك بيكون في عنا والوضع كان بأستراليا كانت فيه كثير أمراض كان فيه كثير ناس مرضوا بالإنفلوانزا بشكل كثير كمان من ناحية الصعوبة كانت شوي أصعب عشان يحنا عم نحضر حالنا إنه يكون السيني هاي الإنفلوانزا أصعب طبعا التحضيرات طبعتنا حسب الإنفلوانزا اللي كانت هناك التطعيمات حضرناها حسب التفرات اللي صارت الجديدة عشان هيك لما تبلش تطعيم الإنفلوانزا مننصح جميع طاعمه بالإنفلوانزا جميع الفئات اللي دامن نطاعمها شهد الصيف الحالي زيادة غير اعتيادية وغير متوقعة في التهابات الجهاز التنفسي المعتاد في أشهر الشتاء ما أدى إلى عبء كبير على العيادات وغرف الطوارئ وأقسام المكوث ما يشير إلى استمرار أعباء الجائحة على مشافي البلاد خاصة مع اقتراب فصل الشتاء تطعيم المزدواج أثبت نجاعته بمنع حالات الفيروس الإنفلوانزا وكمان لفيروس الكورونا فهو تطعيم بقينا من شغلتين الإنفلوانزا اللي عمره سنين كثير كبار بالعمر توصله لحالات اللي هي صعبة جداً وحتى حالات موند بسببه وأثبت أنه التطعيم جداً ساعد بأنه يمنعها أغلب العيادات جاهزة للتطعيم من ناحية كوادر طبية ومن ناحية كميات التطعيم الموجودة جداً مننصح الناس يتوجهوا إذا عندهم أي تساؤل الممرضات والدكات رجالين يشرحوا عن التطعيم ويحدد مواعيد الناس تخضعها قبل ما نصر لموسم الشتاء أسابيع قليلة يبدأ فصل الخريف ولا تزال موجة كورونا السادسة التي تسبب بها متحور دلتا التي قد تتزامن مع انتشار الأمراض المتعلقة بجهاز التنفس في الأسابيع القليلة لتأتي التوصية بتلقي التطعيم ضد الإنفلوانزا وذلك بهدف منع الإصابة المزدوجة وتخفيف العبء عن الجهاز الصحي في البلاد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد الفتى هيثم مبارك البالغ بن العمر سبعة عشر عاما من قرية أبو فلاح شرق راملة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب قرية بيتين قرب حاجز بيت إيل العسكري شرق مدينة راملة فجر الخميس وكانت قوات الاحتلال عززت من تواجدها العسكرية على الحاجز المذكور وفي محيطه وأوقفت مركبات المواطنين ودققت في بطاقاتهم الشخصية أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن دولة الاحتلال تتحمل كامل المسؤولية عن انتهاكاتها وجرائمها بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومنازله وممتلكاته ومقدساته وأنها توفر كامل الحماية للقتل والمجرمين من الجنود وعناصر الإرهاب وتشجعهم على المزيد من عمليات القتل دون أي وازع من قانون أو أخلاق أو مبادئ وقالت الخارجية في بيان صدر عنها أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي لبيد المتفاخرة بجرائم جنوده تعبر عن تمسك حكومة الاحتلال بتعليمات إطلاق النار التي تسهل على الجنود قتل أي مواطن فلسطيني وفقا لتقديراتهم ومزاجهم وحالتهم النفسية في تحدي صريح للمطالبات الأمريكية لتغيير قواعد إطلاق النار على إثري استشهاد الصحفية شيرين أبو عقل وأدانت الخارجية الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال وأدت إلى استشهاد مواطن فلسطيني على مدخل قرية بيتين شرق راملة كما تدين بشدة مسلسل الاقتحامات الدموية العنيفة التي تشنها قوات الاحتلال بشكل متواصل على التجمعات السكانية الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة تحت ذرع وحجج واهية في هذه الدفئات الزراعية استطاعت مجموعة من السيدات في رفح جنوب قطاع غزة زراعة نبات ستيفيا الذي ينمو في ظروف معينة في أمريكا الجنوبية وهي عشوة معمرة تحتوي أوراقها على نسبة عالية من السكر ولكن مع مستويات منخفضة من السعرات البيئة اللي احنا بنزرع فيها طبعا بيئة مجهزة بالأملاح الغذائية والهرمونات اللازمة للنبات وبنوفر له في داخل غرفة الجروتروم اللي هو غرفة النمو كافة الظروف اللي يحتاجها من حرارة من إضاءة من رطوبة بشكل كامل للحصول بنهاية المطاف إلى شتلة داخل مرتبان زجاجي داخل الجار تحتوي على مجموع خضري ومجموع جدري بشكل كامل ثم نأخذ هذه الشتلة وتدخل مرحلة الأقلمة في داخل الدفئة الزراعية عملية الأقلمة عاملية أقلمة تدريجية للحصول على نبات قادر أن يصبح نبات طبيعي في ظل الحقل المفتوح أو في داخل الدفئة بالهواء الخارجي بطريقة الإكثار بالأنسجة تمكنت أصال أبو شنار وسعد المجدلاوي وفريقهم المساعد من زراعة نبات ستيفيا بمواصفات نبتة الأم وبظروف وخطوات مدروسة تمكنوا من استخلاص السكر المحلى البديل عن السكر الصناعي من أوراق النبتة بعد عملية حصاد النبات وتشفيف ويتم نقله لمختبر الاستخلاص المتوفر في الأجهزة والمعدات المتخصصة باستخلاص المادة الفعالة من نبات ستيفيا في عملية الاستخلاص نبدأ بطحن النبات ستيفيا من ثم يتم استخلاص بواسطة جهاز سكسلت بعد ذلك لجهاز الفلترة حتتأكد من خلوه من الشوائب المايكروبات من ثم لجهاز التبخير الدوراني حتركز المادة الفعالة بعد ذلك يتم تعبيته وتغليفه بتحت جو معقم سكر ستيفيا يعتبر بديلا جيدا عن السكر الأبيض لمرضى السكر لخلوه من الجوليكوز والسعرات الحرارية كما ويعزز الجهاز المناعي وموسع للأوعية الدموية ويحمي من الإصابة بالسرطان قالت الأمم المتحدة إن العالم تراجع خمس سنوات على صعيد التنمية البشرية جراء المواجهات غير المسبوقة مع الأزمات خاصة وباء كورونا ما يثير الريبا والإحباط في جميع أنحاء العالم وحذر برنامج الأمم المتحدة الإنمائية في تقرير له بأنه لأول مرة منذ تبنيه قبل ثلاثين عاما انخفض مؤشر التنمية البشرية الذي يأخذ في الاعتبار متوسط العمر المتوقع والتعليم والمستوى المعيشي لعامين على التوالي في 2020 و2021 وقال رئيس الوكالة التابعة للأمم المتحدة أكيم شتاينر في مقابلة مع وكالة فرانس بريس هذا يعني أننا نموت في عمر مبكر أكثر وأننا أقل تعليما وأن دخلنا ينخفض وشدد شتاينر على أنه عبر هذه المعايير الثلاثة يمكن تكوين فكرة عن السبب خلف مشاعر اليأس والإحباط والقلق بشأن المستقبل التي بدأ الناس يحسون بها والسبب الرئيس هو أن كوفيد-19 إلى جانب الكوارث المناخية التي تتزايد والأزمات التي تتراكم من دون إعطاء الشعوب وقتاً لالتقاط أنفاسهم واحداتة واليهادية تتاين بالقلقات والاقلقات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة